العزيز محمد العزاوي أيضا قرأ بهذا النماطع نحن ذكرنا في البداية أن مجالنا العالم الإسلامي بأسره والقراء سواء كانوا يعني معاصرين أو قدماء كلهم مجالنا ونعرض مقاطع لأصواتها ولا جميعا لنسمع إلى مقام العجم بصوت الشيخ القارئ محمد العزاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما إذن هذا كان مقطع بصوت الأخ محمد العزاوي أيضا من أراد أن يشاركنا هذا الحوار له ذلك عبر الأرقام 600-160 من داخل الدولة من خارج دولة 009-71-600-1616 ورسائل نصير قصيرة عبر 4-355 من داخل دولة الإمارات ومخارج دولة الإمارات الأرقام تظهروا عبر شاشة اتباعا حقيقة نريد أن نشرك معنا بعض الإخوة المشاهدين الأكارم معنا مكالمة سلام عليكم سلام عليكم معنا الأخ فهد من أبو ظبي تفضل أخي العزيز فهد أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي فهد سبحت بس عندي سؤال إذا فكرت نعم تفضل أخي القراءة على المقامات مثل الكرد والصم والعجم هذه كانت موجودة قبل نعم والتي جديدة مستحدثة لا لا موجودة مثل قواعد تجويد قواعد تجويد من ناحية العملية كانت موجودة النبي عليه السلام كان يقرأ بها قواعد تجويد وأتى العلماء فيما بعد وضعوا لها القواعد ونظروها وأصلوها نعم طيب حتى اللي تتلو فيها المشايخ والعلماء لأن الحقيقة لسمعت قبل أنه ما يجوز القراءة على يعني لأنه أصلا هو حد علمي طبعا ما أدري إذا صح ولا غال أطلنا هي مقامات موسيقية بعدين بعض ما تجلبها على بعض القراءة حوال القرآن نعم أخي فهد حنا ذكرنا هذا الإشكال ذكرناه في بزاعة البرنامج قلنا البعض يشكل عليه تحرين بعض العلماء القراءة باللحون وبين فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر النبوي ليس مننا من لم يتغنى بالقرآن قلنا التغني لا يمكن أن تتغنى إذا ما كنت تأتي باللحان يعني إذا ما أردنا أن نتغنى أقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا وعدم التغني إذا أتيت بلحن شئت إذا أردت أن تتغنى لا بد أن تأتي بلحن لكن قلنا كلام العلماء هو في المبالغة في هذا التغني إلى حد أن تصل التلاوة إلى يعني إنشاد أو غناء أو المبالغة في التغني بحيث يكون هناك تعارض مع حكام التلاوة والتجويد هذا هو المنهي عنه نعم أخي خير رجل بس سؤال أخير لا تسمح ما أطول عليكم هل معنات أن كل مجود بالقرآن حتى أو لا يعرف بالمقامات هل معنات أنه فيه مقام هو ما شعليه أكيد أكيد الأكثر من هذا يعني النداء العادي الكلام العادي كان الشيخ جلال الحنف يقول الكلام العادي لم يقول لك السلام عليكم يقول هذا من نغمة فلانية لكن أحيانا القارئ ما يعرف غالبيت القرى عندنا ما يعرفه ويطبق المقام ويأتي بأصوله وفروعه جميع أئمة الحرام يقرأوا بالمقامات لكن ما يعرفون لو تسأل أي واحد منها سألت الشيخ محمد أيوب وهو مبدع في المقامات يقول أنا ما يعرفها أنا أعرف هذا أسمو حجاز اليمن وهذا أسمو الحراب وهذا أسمو كذا وما يعرف لأنه أخذها سماعا ولا ضير أن تأخذ هذه المقامات سماعا ولا ضير أنه ما تعرف أسماءها لكن أقول إذا عرفت أسماءها بالتأكيد ستكون على الطلاع ما الذي تفعله أثناء القراءة نعم أزاك الله خير إذن معنا الشيخ القارئ نعمة العيساوي من بغداد سلام عليكم شيخ نعمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخ نعمة الشيخ نعمة تحدثنا عن مقام مرحبا شيخ الحمد لله على السلام حياك الله وإياك الشيخ نعمة تعطينا فكرة عن مقام العجم أيضا إضافة من عندك على اعتبارك متخصص كبير في هذا المجال سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وأسلم على ضيوفك الكرام الأخ العسلي والأخ السبعاوي الله يحفظكم جميعا جزاكم الله عن المسلمين كل خير الله يسلم حقيقة سيدي أول قبل أن أتكلم عن المقام إذا سمعت يعني ذقيقة إلافية طبع أود أن أشير أن الإخوان طبعا حقيقة نظر أنه الإخوان اللي جاركين عندك يمكن إذا كان عندهم مساحة وقتية يعطون المقام حقيقة يعني يبدعون بيه بس إرادلهم مساحة يعني حقيقة زمنية لذلك لما نسمع الآن بعض التسجيلات اللي جنابك يعني تسمعنا نياها هذه طبعا تأخذ من وسط التلاوة أو ربوحها وآخرها فشوف القارئ طبعا ما أخذ لأن قارئ يبدأ مثلا بصوت منخفض هذا بنسبة الإخوان بنسبة للمقام أخي الكريم ألو نعم نعم نسمعك شيخ نعمة تضل سيدي لأن أنا الحمد لله رب العالمين الله تبارك تعالى يتم النعمة على كل الأوطان المسلمين الآن أتكلم معك وأنا في ظلمة لأن قطعة الكارباء لا أرى شيئا الله يحفظ إن شاء الله بنسبة للمقام أخي الكريم مقام العجم عند كل البلدان هو مقام رئيسي عداء العراق فيعتبروه مقام فرعي والرئيسي هو الشارقاء نعم فنعتبر مقام رئيسي مع الكل وأيضا أخالف أهل بغداد اليوم معكم نعم فأقول هو مقام رئيسي ومن فروعه الطاهر خلوتي والماهوري المهوري عمكم في بغداد نعم المهوري والخلوتي المهوري والخلوتين الراشدي نعم الشارقاء والطاهر نعم والراشدي عفوا نعم الراشدي والوهوري الراشدي والطاهر نعم نعم معنا شيخ نعمة يبدو نقطع الاتصال مع الشيخ نعمة زيكرا الله خير شيخ نعمة على هذه المداخلة الطيبة إذن مداخلات كثيرة عندنا نأخذ مداخلة أخرى نرجع لضيوفنا السلام عليكم طيب 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 إذن إذن نقطع الاتصال مع الشيخ نعمة اشتركوا في القناة